السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حيا على الصلاة حيا على الصلاة حيا على الفلاة حيا على الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجاء وبث منهما وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغافر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين يقول الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل وإنك لعلا خلق عظيم الله سبحانه وتعالى قمت بمعجزين ومعجزين ومعجزين عليه وسلم إنما وإنما أداة حصرا وقصر إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق وفي الرواية الأخرى إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق والروايتان صحيحة وقال أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قالوا إنه سيتو مالك للمعجزين فتلك حول إنا فتلك حول أخلي ومعجزين ولمعجزين فأتضر للمعجزين والمرن ولم تقرأ ماذا ترون في القرآن الكريم ستفهم بأن الإسلام يجعل من الإنسان غير كل الغشرة بتعبهده لله سبحانه وتعالى له عنه الإسلام يجعل المسلم 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 عن الجميع عزيز المسلمة لكي ت該 Daisوف أنن له عليه ومسلم과ises إلى الله الكريم سبحانه وتعالى إبوحك تجعل إنسان ح minimize كج mort crear كتذبة and before I go anywhere it is very natural very expected from the person to be kind and generous and beautiful and respectful to those who are kind to him respectful to him, beautiful to him generous to him and it is kind to stay in touch and connected and nice to those who are the same to you and where is the virtue where is the fuddle in that this is very instinctive when Amr al-Khattam Amr al-Khattam asked who is the shaheed in your eyes, who you think is the shaheed said these are the ones who die while fighting and the shaheed will be plentiful he said is it will ha كثير من الناس يقاتل شجاعة ويقاتل حمية الشجاعة ها الشجاعة فطرة والجبن فطرة الشجاعة يقاتل عن كل الناس القريب والبعيد قال والجبان يفر عن أمه وأخته يقول ما؟ برافيري هو إنسيق الناس برافير يتحق لن يتحق لأخذ أي شخص الناس برافير هذا و هذا و الناس برافير هو برافير برافير سيقوم برافير أمه و أمه و أمه لكن الإنسان المؤمن يحسن لمن أحسن إليه و لمن أساء إليه لأنه لا يعمل إلا لله على هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكن الناس برافير الناس برافير هو برافير لأمه و لأمه و لأمه و لأمه 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 و لأمه و لأمه و لأمه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إسمع الله قال ثم القرآن الكريم أرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ أفأنت تكون عليه وكيلة لأمه لأمه أمه لأمه لأمه أمه لأمه 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 أمه لأمه 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 غير ممنون غير من قطع الله قال لأمه 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 إسمع لأمه 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 لاحظ 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 لماذا نقول هذا؟ لأنني أريد أن تسمع ومعه ومعه بعد أن تسمع تشارك هذا مع كل من الذي تحب نحن صحيح البخاري نرى قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي إذا قطعت وفي القراءة الأخرى أي في الرواية الأخرى إذا قطعت رحمه ها رحمه وصلها ها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ها الواصل 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 رحمه 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 صلى الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقول أحدكم هذه لله وللرحمة فإنها للرحمة وليس لله منها وليس لله فيها شيء لا تجعل أي شخص الله يقول في الحديث القدسي الصحيح الثابت يقول ما الله يقول لا تجعله لا تجعله لا تجعله منكم يقول ما هذا هو لالله ومعائي أمي أمي لأمي أمي لأمي أمي أمي لأمي أمي أمي ومع الله سبحانه وتعالى لا تجعله بالشرك ورؤلت ما رسول الله صلى الله عليه وعلى عليه وسلم تجعلنا ورأت من صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله اسمع يا مسلم يا عبد الله اسمع يا مسلم يا أمي أمي الله قال يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني وأحسن إليهم ويسئون إلي وأحلم عنهم ويجهلون عليه فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهما الملة يعني الرماد الحار ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك الله أكبر أبو هريرة رضي الله عنه ربورت أبو هريرة رضي الله عنه أبو هره أبو هره أبو هره أبو هره أبو هره وأبو هره والله ستعلمك على المتجل سنحن لهم فعده من وقتك لك فعلا رسول الله أبو هره القادم iende ليس كذلك لا أحد لا أحد لا أحد أفكر بك أخذا your family nobody allah subhanahu wa ta'ala says what yeah allah said what after he spoke and then comes what your relatives after your parents comes your relative and the statement of rasulullah sallallahu alayhi wa sallam your father your mother your brother your sister there is no substitute to them take it on the chin for the sake of allah you have to take the first step until you die alhamdulillahi rabbil alameen wa ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduh wa rasuluh sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashaabihi wa azwajih wa man tibhahum bi ihsan in ila yawm al-deen everybody please come forward come forward we have a huge place where the grace of allah al-kareem subhanahu wa ta'ala yeah the following hadith is in musnid al-imam ahmad rahimahullah and the chain of narration is hasan authentic han uqba ta' ibn amirin radiya allahu anhu qal lakitu rasul allahhi sallallahu alayhi wa sallam faqala lieeh hadha yakul ba'ad ahli al-alim a'adhamu haadithin on rasul illahi sallallahu alayhi wa sallam fi khulikul muslim some of the scholars say that the following hadith is the greatest hadith in illustrating the manner of the muslim. ya? عقبة بن عامر رضي الله عنه said what once I met rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam and he said to me ya? ya عقبة ابن عامر اوه عقبة ابن عامر صل من قطعك صل من قطعك yeah connect the relationship with those who cut you off yeah those who shoved you away واعطيه من حرمك and give to those who deprived you ya? واعفو عمن ظلمك and pardon and forgive those who what wronged you unjustly unjustly قال رضي الله عنه ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال لي then another time I came to see rasul الله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم and he said to me يا عقبة ابن عامر listen carefully please ya? يا عقبة ابن عامر وعقبة ابن عامر املك عليك لسانك املك عليك لسانك control your tongue في الحديث الصيء الثابت عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه بأصحى الأسمين ما? ما? دخل عليه بعض الصحابة فوجده ممسكا بلسانه فقال ما لك فقال هذا الذي أوردني المهالك أبو بكر الصديق رضي الله عنه enough said yeah one of the الصحابة الكرام came to visit him and he found him holding his time said what's going on يا عبو بكر الصديق he said this is the one who led me to destruction this is the tongue which led me this is the thing the tongue that led me to destruction أملك عليك لسانك control your tongue وابكي على خطئتك and cry and cry over your sin وليسعك بيتك and let your house continue continue yeah when going out of the house is going to bring you troubles stay in your house and the hadith goes long and long another thing that I would like to you to hear الغاية لا تبرر الوسيلة the ends do not justify the means in any way shape or form if the means are noble if the ends are noble the goals the objectives the achievements are noble the way to them must be noble إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا الله سبحانه وتعالى is good and does not accept but what is good and if it is not clear cut clear in القرآن الكريم good clear in the sunnah of رسول الله صلى الله عليه وسلم it is good it is evil فماذا بعد الحق إلا الضلال and what is after the truth except الضلال yeah and I'd like to share with you this but before that العفاف يقول إمام النووي العفاف والعفة التنزه عما لا يباح والكف عنه عفاف yeah which is translated as modesty or chastity which is wrong he said العفاف is to stay away and find yourself above indulging yourself in the thing that is not lawful and to stay away from it why is that I would like to share with you this among the first thing that رسول الله صلى الله عليه وسلم commanded and asked and asked the people of مكة the first thing العفاف العفاف nobility nobility and صحيح البخاري we read from حديث هراقل that all of you know that reported by عبدالله بن عباس from أبو سفيان رضي الله عنهم after أبو سفيان became مسلم هراقل سدت أبو سفيان وسألتك بماذا يأمركم and I asked you and what does he صلى الله عليه وسلم رفت محمد commands you فزعمت and you claim أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا لاتفاوندشن and you claim that he commands you to worship الله and not to associate anything with him وينهاكم عما كان يعبد أباؤكم and he forbids you from worshiping what your forefathers used to worship ويأمركم بالصلاة and he commands you to perform الصلاة what else يا رسول الله والصدق and to say the truth والعفاف and look what comes next والعفاف والعفاف staying away from anything that is حرام that is not noble والصلاة والعفاف والصلاة العفاف and to stay what to stay connected to your relatives والوفاء بالعهد and to fulfill your covenant وأداء الأمانة and what to save and give back what you are trusted with what you are trusted قال وهذه صفة النبي and this is the characteristic of the رسول الله صلى الله عليه وسلم as we shared with you two weeks ago about the دعاء of رسول الله صلى الله عليه وسلم as we read in صح مسلم لقوة رسول الله صلى الله عليه وسلم used to ask الله سبحانه وتعالى for كان صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى رفت محمد صلى الله عليه وسلم used to subligate to الله in these words يا الله I beg I beg of you the right guidance safeguard against evil and العفاف العفاف and freedom from need to anyone but الله الكريم subhanahu wa ta'ala العفاف look رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكرت العفة فتعريفها محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا ذكر الخلق فتعريفه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله وإذا ذكرت عفة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله من طلب حقا من طلب حقا فليطلبه في عفاف واف أو غير واف من طلب حقا فليطلبه في عفاف واف أو غير واف أي من you who seeks his right his right let him seek it let him let him seek it with honesty to الله staying away from the haram with honesty to الله regardless if إذا ينته بإمكانه كل شيء أو لا. لماذا؟ لأنك تتحدث مع الله الكريم سبحانه وتعالى. لأنك تتحدث مع الله الكريم سبحانه وتعالى. يا أخوة، الإسلام لم يأتي فقط لكي نكون مثل الناس. كل人 يفعل ذلك. ماشاء الله رب العالمين. كل人 يذهب إلى جهدنا. تريد أن تذهب إلى هناك؟ لأنك تتحدث معهم. الإسلام أخوة، لقد أعلمنا. نحن، ليس أخرين. ليس أخرين. ليس أخوة. ليس أخوة. ليس أخوة. ليس أخوة. ليس أخوة. ليس أخوة. لأنه أخرين، إنه بينهم و الله الكريم سبحانه وتعالى. لكنه سببك تتحدث معك. ليس أخوة. ليس أخوة. ليس أخوة. ليس أخوة. منiziهم بنا as opposed أخوة. ما هو أخوة؟ ما هو أخوة؟ ما هو أخوة؟ لو ع Programان الحيكة من المشاهدين فست بسيطات المقول كثير. لكن لعدماذا هناك. أخوة 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 أخord لماذا أخوة أخوة بBL? الله الكريم سبحانه وتعالى أن يكون الأفضل لكل شخص وكذلك الذين يطلبون لك في كل أشياء ذلك كما أنه لا تسهلتك وكما أنه لا تسهلتك وكما أنه لا تسهلت الله وكما أنه لا تسهلتك